أنا عارف أن هذا موضوع طويل وإنت لمست يعني شيء يعني إحنا يمكن فيه أمامنا ثلاث دقائق إذا عاوز تلم الموضوع يعني إيه الرسالة اللي عاوز توصلها لأخوتنا وأخواتنا المشاهدين رح أرأيي واحد بقول يا لعمقي وما أنه بعد ما يعني بعدنا بأول موضوع زلت آينا مرتين ربما مثل ما حكيت موضوع بقول يا لعمقي غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وترقه عن الاستقصاء استقصاء بقول بالإنجليزي معنيتها untraceable لا يمكنك تتبعها فإذن السماء ما نعرفه هو نقطة في محيط السماء والأبدية قصد أن تكون لنا مفاجأة وسلسلة مفاجآت في علاء وكاننا عم بقول أنا أحببتكم خلقتكم فديتكم أعطيتكم من خلال المسيح حياة أبدية عيشوا لي وطيعوني في هذه الحياة وتركوا الأبدية لي أنا بعرف كيف أكرم الذين يكرمونني وهذا بيأخذنا للفقرة الأولى اللي اتكلمت فيها في الحلقة أنه كيف أحصل على الحياة الأبدية إذا ممكن يعني ولو في دقيقة يعني الشخص اللي بيسمعنا لأول مرة كيف ممكن يحصل على هاي الحياة الحلوة الحياة الأبدية اللي ذكرتها رسالة الخلاص بموجب العهد الجديد هي مختلفة عن كل تفكير ديني في هذا العالم كل الأديان تجتمع على بالآخر نوع من التفكير كن كويس أعمالك الصالحة أكتر شوي من السيئة واتكل على رحمة ربنا هذا لا وجود له في الكتاب لأنه يقول أنه ليس بار ليس ولا واحد الجميع أخطأوا أموات لا نستطيع أن نرضي الله ولكن الله يستطيع واستطاع أنه يفتدينا لسنا نحن من نقدم أضاحي لله لكن هو الذي ضحى بابنه بموته على الصليب إن أمنا به بتوبة وإيمان وتسليم لنا خلاص حياة أبدية إن لم نؤمن به نحن رفضنا مخلصنا الوحيد لأنه جاء من السماء وتجسد وعاش بيننا ومات ودفن وقام هذه حقيقة القيامة هي أقوى زلزال في وجه كل أديان وفلسفية العالم قام المسيح وهو حي والذي قام وصاعدا للسماء يستطيع أن يقيمني ويخلص أن يعطينا حياة أبدية أمين شكرا كتير قسيس نيكولا شكرا يعني مثل ما الكتاب بعلمنا اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم أمين هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن وقت خلاص وإحنا نشكر الله أنه كانت المبادرة منه كل ما عليك أنك تيجي تيجي لعند الرب هو أكمل عمل الفداء لكن كل ما عليك أنك تصرخ من قلبك أمين تقول له ارحمني أنا الخاطئ أنا بدعوك يا رب تكون مخلص وسيد وملك على حياتي إذا بتحب أي مساعدة روحية تواصل معنا موسيقى